طيب فوز الصقور لاعب نادي الشباب مع مراسل البرنامج في الرياض علي الصوابي السلام الرحمن الرحيم بمبروك لنا والجماهير نادي الشباب نادي الشباب كافة وهارض لك النادي الرايد وجماهيره الحمد لله احنا كنا داخلين وعزمين على هذه المبارة ان احنا لازم انفوز ونواصل في سلسلات الانتصارات خصوصا بعد التعثر اللي جاء يعني ما احد كان متوقع من الفيصلي واحد واحد لكن الحمد لله عوضنا وان شاء الله نواصل بسلسلة الانتصارات باذن الله الجهاز الفني وتعامل معاكم الان سابع انتصار ولكن بسلسلة دون خسائر الحمد لله احنا صرنا نفكر كل مبارا نخشها ان اول شيء ان ما يجي في بابنا ولا هدف هذا اول شيء والحمد لله احنا بيننا تواصل والجهاز الفني ان نعمل دايما نحنا نكون في الانتصارات الجهاز الإداري والخطة لفترة التوقف الجاية إيش الخطة وكيف هي راح تستغلونها يعني؟ الخطة إجازة إجازة تامة كل فترة التوقف؟ لا 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 أكيد إحنا عندنا إجازة الحين ما يقارب ثمان أيام أكيد خلاص الحين بناخد راحتنا ولازم نجهز أنفسنا خلاص وإن شاء الله لما نخلص فترة الإجازة بنرجع إن شاء الله بس ما قالوا لكم بشكل معين بعد ما ترجعون من الإجازة إنه راح تستغلونها في معسكر معين حتى تستعدون لعودة الدور الثاني من الدوري؟ الصراحة ما أدري إذا في معسكر ولا لا بس إن كان يعني الكلام معانا إنه لاحد يوقف عن التمارين حتى في فترة الإجازة أساس نرجع ونكون يعني إحنا جاهزين وهمورنا طيبة هتريحون يعني؟ إي حال ريح طبا مبروك الله يبارك فيك يعطيك العابة حبيبي سلام الله أعطيكم العابة